هذه هي مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبيان جنوب اليمن والتي مثلت آخر معكل أجبر عناصر تنظيم القاعدة على مغادرته تحت ضغط الجيش اليمني الذي تعهد بمواصلة ملاحقته لفلول القاعدة مستخدما كل إمكاناته البرية والبحرية والجوية حتى تطهير البلاد من تواجدهم لكن البعض يرى أن الحل العسكري قد لا يكون مجديا في كل الأحوال إذا كانت المؤسسة العسكرية قادرة على تحقيق الناصر بمفهوم الناصر الكامل وإقلاق هذا الملف فلا ضير أن نستمر لمرحلة مؤقتة بحيث أن نهيئ الأمر للحوار لكن هناك اتجاه آخر أن العنف سيولد العنف واستعدادا لتضييق الخناق على عناصر التنظيم أعلنت مصادر حكومية إنشاء قيادة عملياتية متقدمة في شبوة المحافظة المجاورة لأبيان والتي لجأ إليها مقاتل القاعدة وتحديدا إلى منطقة عزان المعقل المهم والخلفي للتنظيم وهذا الإصرار يحظى بمباركة وتأييد الولايات المتحدة الأمريكية التي باركت هذا الانتصار وأكدت استمرارها لدعم النظام في صنعها لقوة القاعدة لشبوة هو محاولة فيما أعتقد لإعادة تنظيم صفوفها مسؤولون محليون ووجها قيل إنهم بذلوا جهودا مع المسلحين المتشددين الذين يطلقون على أنفسهم أنصار الشريعة للانسحاب من عزان تجنيبا لها من هجوم عسكري وشيك تعتزم القوات الحكومية تنفيذه لتحرير المدينة بعد نحو عام من صجدرتهم عليها وقد أسفرت هذه الجهود عن قبول التنظيم الانسحاب فحسب بيان صادر عنهم أكدوا فيه حرصهم على حقم الدماء وتجنيب الأهالي الدمار وأنهم يعدون العدة لمغادرة اليمن استعدادا لضرب المصالح الأمريكية أينما وجدت حسب تعبير البيان حتمية الحصار والساحة المعركة فرضت عليهم التوجه باتجاه شبوة بحكم أولا أنه كان فيها خلايا موجودة لديهم هناك والضعم لكن القرار الذي تم الوصول إليه بالتفاوض مع قبائل ووجه شبوة وعزان بالنسبة للقاعدة فكان تصرف حكيم هناك رفض شعبي لتواجد القاعدة في اليمن خاصة بعد مجزرة السبعين الشهر الماضي وهذا ما يفسر تعهد قبائل شبوة بحماية مناطقهم ودعوة عناصر التنظيم بالانسحاب الذي بدأ فعلا بتسليم التنظيم لنقاط تفتيش إلى رجال القبائل مجلسة مدية شرقية نيوز صنع